المجال لأي فريق يفوز بالدوري بالنسبة للوحدات رسالتي للوحدات لنادي تبع نادية اللي بشجعه لنادي اللي أنا ابنه انه انتوا قادرين تفوزوا بالدوري شو اللي بمنعكوا تفوزوا بالدوري مبارح قدمتوا مباراة كبيرة ما توفقتوش الحظ تخلى عنكم بفرص كثير خيالية ضيعتوا فرص سهلة الآن مطلوب منكم تلعبوا بنفس الطريقة بنفس الروح والعزيم اللي لعبتوا فيها مبارح مع الحسين مع التركيز مع الهدوء يعني التسرع امام منطقة الجزاء ما بيجيب بطولاتي التسرع بيخليك تضيع فرص سهلة جدا الآن كتيبة من الاسماء كتيبة من النجوم هتواجهوا فرق قوية هتواجهوا الرمثة القوي هتواء اللي حيلعب بنفس الشراسي اللي لعب فيها اليوم مع الفيصل لانه هاي الاندي الكبيرة صراحة تحترم تاريخها وتقدم افضل ما لديها في المباريات الكبيرة وراح تواجهوا الفيصل في المباراة مصيرية هم لهم حضوض وانتو لكم حضوض هم عندهم نجوم وانتو عندكم نجوم انهم قادرين وانتم قادرين الآن استثمروا بملعبكم استثمروا بجماهيركم اللي ما قصرت معكم اللي كانت واكفة معكم مبارحة وموجودة وشجعتكم وقدمت لكم كل أنواع الدعم وحاولوا انك تنهوا هذا الموسم انتو كثير تخيلوا يا لعبي الوحدات انه بهذا التوقيت وبعد ما لكل شكك فيكم تيجوا الآن تنتفضوا وتقدموا افضل اداء لكم وتاخدوا الدوري رح يكون طعم الدوري مختلف رح يكون طعم الدوري يعني له رونق كبير جدا انه دوري جمهوركم كان وحتى انتم دخلتم بمراحل شك حتى الكل شكك في امكانياتكم الآن ما اجمل العودة ما اجمل العودة لتحقيق الانتصارات والفوز باللقب هذا بده تكاتف هذا بده شغل هذا بده تدريبات واغلاق على الفريق ورفع حالة معنوية وتحفيز ومحاولة طي المباراة الامس المباراة الامس انتم كنتوا في اعلى مستوى لكم بهذا الدوري صح انت في اعلى مستوىك ما بتسجل يعني شو ما بتسجل اهداف هنا في خلال لكن الروح الموجودة والقتال الموجود مش دائما الفريق اللي بيقدم مستوى علي بيفوز هلا مرات تيجي وبتفوز مرات بتهدر فرص ثانية مرات بتجي هجنور تدري بتخسر فيها لكن الروح اللي لعبتوا فيها مبارح لو لعبتوا فيها المباريات الجاي انتوا رح يكون لكم بصمي في هذا الدوري عليكم ان تقتنعوا انكم قادرين وانه رديكم الامكانيات وانكم جيش من النجوم وبتمنى من الجهاز الفني في نادي الوحدات انه يتعامل مع المباريات القادمة بطريقة مختلفة بطريقة فيها دراسي للمنافسين بطراقة فيها احترام كبير للمنافسين حتى لو تأخر تسجيل الهدف انضباطه في نص الملعب تأمين نص الملعب ما يكون فيه مساحاته في نص الملعب عند ارتداد المنافسين عند تحولات الهجومية للمنافسين تلعب بالأفضل الأوراق الممكنة من البداية ورقة منذر أبو عمارة ورقة لا يمكن أبدا ان يكون لاعب زي منذر بخبرته وحنكته وذكاؤه لاعب شوت ثاني لازم يبلش منذر بيعطيك فارق من بداية المباراة عنده الحلول بخلف المهاجم وعنده الحلول بالجناح الأيمن وعنده الحلول بمهاجم ثاني لاعب إمكانياته عالية لازم يرجع الآن في التوقيت المناسب حتى أنس الجمهور مبارح كان زعلان من أنس أنا بحكي بالعكس أنا شخصيا مبارح شفت أنس بقدم واحدة من أفضل مبارياته أهدر فرصة انفراد أوكي أهدر فرصة انفراد فرصة انفراد خلقها لنفسه بإمكانيات عالية ليس أي لاعب يقدر يأخذ الكرة من يسبق المدافع ويرابه وينفرد بهاي الطريقة ويسددها بالأخير يعني هو بالحارس ممكن لو لعبها بطريقة ثانية سجلت بس أي لاعب يهدر فرصة بس أنس أنا مباعدة شريط المباراة صانع أربع كرات خالصة للتسجيل يعني أنس بين كرات صعبة أنس عامل الضغط أنس مسترجع الكرة سبع مرات لما خسرناها أنس عامل 12 توغل من الجهتين اليمين والشمال أنس مقدم يعني صراحة مجهود عالي وعمل ضغط عالي فأهدر فرصة يمكن كان فيها هو مجهود وعالي نتمنى فعلا أن الجهور يحمس أنس ويحمس منذر ويحمس مهند أبو طاها ويحمس خالد عصامي اللي لما دخل بالشوط الثاني كان قريب أنه يسجل في مشهدين وقدم بصراحة مباراة كبيرة مباراة الوحدات القادمة مع الفيصل لكلاسيكو الأردن يوم الجمعة أكيد رح نفرد لها حديث كبير في الأيام القادمة مباراة مهمة جدا مباراة كان بتوصلك لنصف نهائي الكاس أكيد مباراة في غاية الأهمية ونهائي مبكر بين الفريقين الآن الحضود موجودة للوحدات وموجودة للفيصلي موجودة للحسين أقل منهم بس هي موجودة للحسين الوحدات بما أنه عنده مباراة مع الفيصلي فأقول هو الآن بإمكانه يعتمد على نفسه إذا قدر يحقق فوز على الفيصلي هو قادر يصبح قريب من الفوز بلقب الدوري فمباراة رح تكون مباراة حاسمة بالدوري الأردني مباراة قبل نهائي أو قبل الجولة الأخيرة من الدوري